أقرب إلى لغز معقد يطرق مسؤولون وبرلمانيون أبواب ما وصف بتعنت وزارة الهجرة والمهجرين بملف النازحين تعود الكرة مجددا مع تعاظم الأرقام الصادمة والتي قدرت بحسب مراقبين بنحو 50 مليار دينار عراقي خلال عام ونصف وقد ذهبت في طي النسيان تحت عنوان استحواذ متنفذين عليها وسبق أن فتحت أوراق سوداء للوزارة حول قضية السلة الغذائية والوقود الملوث إلا أن شيئا لم يكن أو كما يثير الخبراء قضية استمرار التلاعب والفساد بملف النازحين برلمانيون طالبوا رئيس الوزراء بضرورة تدقيق كل المبالغ المخصصة للنازحين من الموازنة ودعوات حثيثة جاءت بعد أن ظهرت للعلن حقائق تقديم وزارة الهجرة والمهجرين مبالغ رمزية لتفي حق النازحين في عيش كريم تركم ملفات الفساد وأصابع الاتهام بما يتعلق بها تتوجه نحو وزارة الهجرة والمهجرين وملف النازحين الذي أكل عليه الدهر والذي أيضا عمق من تغول النفوذ والفساد على حقوق النازحين دون حلول ناجعة لمأساتهم يحدث هذا بحسب محللين مقابل تهميش واضح من الوزارة في وقت تثار التساؤلات حول عظم ملفات الفساد والاستجوابات النيابية وعلامات الاستفهام لما اقترفته وزارة الهجرة والمهجرين دون حسيب أو رقيب بينما ومن زاوية المقارنة يصدر القضاء الإيطالي تهمة الاحتيال لوزيرة السياحة الإيطالية والتي كان ذنبها الوحيد التربح من وظيفتها لكنه ذنب تسبب بتوجيه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية لإيمان تلك الدول بأن أي شبهات فساد بحقوق المواطن هو ضرب لجهود الحكومة وبرنامجها فمتى تتضح صورة إنصاف النازحين ومحاسبة المقصرين في وزارة تعنى بشؤونهم لكنها بحسب ناشطين غائبة أو كأنها مهاجرة